جمعية قواف الخير للأرملة ورعاية الأرملة واليتيم إذا حبينا نعرفها يعني هكذا كلم حكي فاش تقدر تعرفنا بجمعية قواف الخير هي جمعية خيرية ولائية اجتماعية تهتم بالكفالة الشاملة للأرملة واليتيم تكونت في مدينة بوفريك بولاية البوليدا في أوت 2017 على يد خيرة شباب ورجال ونساء مدينة الورود يعني تقوم برعاية شاملة أرملة واليتيم في حوالي 25 بلدية من جميع النواحي سواء اجتماعية تربوية تعليمية وصحية وحتى ترفيهية الله يبارك ركم شدين كامل المجالات كامل المجالات وين تقول ركم حاضرين على بالي بلي مدامكم ديجا ناشطين في كل المجالات ركم ناشطين على طوال السنة قبل ما نحضروا على السنة ككل مشاريعكم في العام نبدأ وبرك بالنقطة اللي ممكن نحضروا على الأكتواليتي ذوك مدامنا في رمضان على بالي بلي نشطوا كتر وكتر في توزيع القفة رمضان كنتم شاركتوا في إفطار الصائم وتانيك ركم في صدد التحضير ولا ديجا ركم في صدد توزيع قفة العيد بالإضافة لكسوة العيد ونك نبدأ وبرك بالنقطة على إفطار الصائم وقفة رمضان كيفاش قدرتوا توازنوا هاد الشي كامل وكيفاش تسيروه خلال الأزمة اللي كامل على بنا ناس كامل لجهة الحال الصعيب هما كيفاش عرفتوا تسيروا نشاطاتكم أولا بعد بسم الله الرحيم يعني إحنا جمعية جمعية إدارية مقسمة على الإيجان كل اللجنة عندها دور التحاق في هذه النشاطات وكل اللجنة عندها مسئولية نشاط سواء في توزيع القفة أو توزيع الملابس أو في مائدة الإفطار يعني إحنا لنا ننظمينها كل اللجنة عندها دور التحاق تقوم به باش النشاط يكون ناجح والأرمالة تستفيد معنا إن شاء الله نقدرون نقولوا بالهدية اللمسة الخاصة التي تعكم على غيرها ممكن جمعية أخرى تسير مشي كيف يقول نعم إحنا نصبه إلى عمل خيري محترف مشي عشوائي باش توصلوا الناس كتر نعم باش النشاط يكون ناجح مئة بالمئة والفئة اللي لنا مسؤولين عليها يعني نوصلوا لها يعني وشاي محتاجة يعني بطريقة ناجحة بلا ما نضروها ولا احنا نضرو السمعة على الجمعيتين واحنا بيستدد أيضا توزيع حوالي ألف فما ثقفة العيد بس باذو كالعيد راكم على الكسوة والميزانية كان بزاف جمعيات اللي ذكروا أنهم اضروا من الأزمة وكنتم كيفاش قدرتوا توازنوا أنكم توفروا قفة وزي توفروا مع هالكسوة هي دايما الجمعية لازم تواكب نقول لك الحضارة والتكنولوجيا نحن ندرنا لها حملة إعلامية وكان الحمد لله كان استجابة من طرف المحسنين توعنا اللي ربي يبارك لهم في مالهم وربي يجازيهم إن شاء الله يعني تجاوبوا معنا لأنه خدمة الأرمالة واليتيم عجرة تحها كبير واللي يعرف له أن يعرف باللي ما يخلي كامل سواء الحوة الجغر يخدم الأرمالة واليتيم كما جاء في الحديث السعي على الأرمالة واليتيم المجاهدة في سبيل الله الصائمة النهار القائمة الليل كما جاء في الحديث يعني أجر كيمة هذا من جموش راتيوه صحيح نسبة الجانب المالي يعني توفر كل شيء وشرينا وإحنا بصدد التوزيع إن شاء الله يعني مقارنة بالسنوات الماضية ممكن رقم تحسوه باللي النشاط زاد الزهر بزاف مقارنة بوش فات يعني الأزمة ما كانتش عقبة بالعكس كانت تحدي اللي نجحتو فيه الحمد لله يعني ملي تقسط للجمعية يعني كل عام الرقم يرتفع مياهبت يعني أنا دايما فارتي الله يبارك الله يبارك إن شاء الله ربي يعاونكم متروفة وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وفضل المحسنين تواعنا وفضل الأعضاء اللي رأموا مواقفين والمطوعين يعملوا بطريقة احترافية ونحييهم من هذا المنبر تحيتنا لهم كامل تحيتنا لكل الجمعيات اللي رأى تصعف هذا المجال الخيري ذونك الاسم نرم المرأكم اسم على مسمى قوافل الخير نعم أطلقت العديد من القوافل قوافلكم باركنت في المناسبات وين وصلت هاد القوافل يعني القوافل احنا الوبشيكتيف تعالنا نوصلوها الـ 48 ولاية خاصة في المناطق النائية اللي رأموا الضرين بزيف خاصة في لابريو تاع كوفيد يعني كاين بزيف مناطق الضر خاصة مناطق الداخلية احنا قدرنا البوسيبل تعالنا باش نوصلوا لها عن طريق يعني معارفنا والجمعيات المتواجدة فيها في المناطق تخدموا بتنسيق مع جمعيات وما يدروا طلبة تواحوا مش عن نحتاجوه من قفاف من افريشة من البيسة احنا سيون وفروش قدرنا بالوسائل تعتنقل تعنا نروح وننتقلوا الولايات يعني في شهر فقط في شهر رمضان نزرنا حوالي ثمانة او تسع ولايات الله يبارك بمعدل شهر رمضان تخرجوا في الاسبوع اثنين ثلاث خطرات في الاسبوع الله يبارك يعني من شي بارك المناسبات نكركم ناشطين على كامل السنة كامل السنة هي او في الخير كامل السنة ولكن في هاد البريود تاع كوفيد يعني كثفنا كثفنا الخروج ما شخطرش البريود اللي فتت كانت مغلوقة ما نقدروش نخرجو كلنا نختمو غير داخليا داخل ولاية البوليدة ولكن كيف فتحو كيف نفتح كلش ولنا نخرجو لتلوقازيون الولايات الضرارة عيطان ننسيو نعونوها توصو بالشي اللي تقدرو كان بزاف ممكن هادرة تقول باركزامبل كيفاش نعرف اللي هادا كراه محتاج ولا يقولك كيفاش اصلا ندير كان الناس اللي ربي يهديهم يستغلوا في القلوب الطيبة اللي باركزامبل هو يكون مش محتاج ولكن يزاحم خوه اللي راه محتاج عن احاقية انتوما كيفاش تقدرو معنا هات الملفات كيفاش تدرسوها كيفاش تتأكدوا من احاقيتو ولا لا لا احنا كما قلت لك احنا جمعية ادارية يعني الارمالة كتتقدم الجمعية عندها ندوسي فيها وثائق كان لي وثائق تتجدد كل عام وكل وثائق تبقى اه يعني احنا كتتنا دوسي نديروا معاينة نروحوا زيارة ميدانية نشوفوا اسكيو الصح الارمالة هذه عندها ما عندها شوش تحتاج وايضا هما كيديرونا طلبات توحهم ثاني كيف كيف نزوروهم نروح نشوفوا اسكيو الصح باسكيو كان لي يتحايلوا وكان لي لغالب احنا نروحوا ونوفروا لهم وصراتكم ويلقيتوا عائلة تتحايل كان عائلة يتحايلوا ربي يهديهم خاصة في اضحية العيد تلقى يجيبوا لها كبش وكي تروح ليها يتخبيه وكي تروح ليها تقول لك الله يهديهم تتفاصل تقول لك ما عنديش بصح حمد الله يعني مصرا نشد بوكدوا قبلا مكمسا حالة تشاذة يعني اهي ونحاود ونحولها كبش المدينة قال تخلاكي استفدتي اهي لازم خلي عائلة اخرى ماذا بينا بس وكامل اراميل بصح نايا اراميل مكلاسين هون على حسب شحال عندها درائري صغار كبار الاولوية على حسب الدخل اللي ما عندهش دخل اللي عنده خل رجل هاتي مثلا الله يرحمه خل لها الدخل يعني انكلاسيهم نمدونهم بالاولويات حتى نلحقوه احنا ننسيهم نقسوا كامل الارام لكن طبعا ايضا بالتنسيق مع جمعيات اخرى جمعيات اخرى فئة الارمالة والي يتيم احنا رانا مسؤولين عليها يعني الارمالة يكون عندها ديبلوم ولا عندها حرفات تقدم الطالب بتاعها قال وفروا لي ماشينا تخياتها وفروا لي تعطر راني حبا اختمقات توفور يعني طالب بتاعها ندفعو احنا ندرسو نشوفو اسكوية صاح تحتاج ما تحتاج ونوفروا لها وخلوها يتخدم جبقوا التاع بيدها عدنا ايضا مشروع وقف الحيوان اه يعني كيف كيف نديرو الترويج الاعلامي تاعو والارمالة اجي تحط دومون تاعها اه نروح ونديرو معاين ايضا اشكوية صاح هذه القرمة تنجم تربي هنمدو الماشية ابقار ماعز اه اغنام بقر ايبل احسب ايضا البيئة نخلوها هي ايضا تنتج الحمدلله يعني هذي مشاريع سريطة المفعول ولقيتوا للنبأ اشتحار وولاية اخرى وكين نتائج حتى كينوين اراميل شرينا من عندهم اضحية نايد تلمو ربي يبارك لهم في هذك المشروع والحمدلله يا ربي احنا ماذا بينا ارمالة كي تحتاج تمد يدها ونكونوا احنا توجور احنا الوالة باش اللبئولها طالب التحال ابقى نزرعوا هذي كبذلة الامل باش او مواد بالخبزة التحاب بعرق جبينها وتوكل ولادها وتربيهم في نشأة يعني وبيئة رائعها نعود ونجعل نفس النقطات اليوم تحتاج مساعدة غدوة هي لتولي تساعد يعني انت خلصت من عائلة تطمنت عليها تقدرت وكا تدرج عائلة اخرى باش تخليه للباس كينوين ارامي اللي حلوحتي ولي عندهم مشروع تخيطة تخدم ارامي الوحد اخرين من عائلة اه هذي الحجلة ايه يا عم احنا هذا اول هدف بتاعنا ما نبقى وش كي ما قلت لك في العشوائية نطلقوا الاحترافية لاش ما توليش مؤسسة الجمعية تبقى غير جمعية بأسم جمعية ماذا بنا تولي مؤسسة وطنية ماذا بنا احنا ثانية تحكينا وش راح جاي في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله كيفاش مشاريعكم المستقبلية اه بالنسبة للمشاريع المستقبلية اول مشروع انا حابين يعني نردوها وطنية وبعد الوطنية عدنا مشاريع تميزة بها الجمعية اه ايضا تحابين نطلقهم لك اه نويت فضل مشكل مشروع الاول هو المشروع الكبير يعني مشروع وقف ابار الصحراء الكبرى في المناطق النائية اللي ما عندهمش الماء يضربوا كيلومترات باش يقتانيوا الماء نروحون يعني ندروه ترويج لهذا المشروع المحسين يتبعنا اه يتبرعو نروحون نحفرو ابار ولا صندات فهذوك المناطق باش نسهلوا على اه باش تحصلوا على الماء ايه باش الناس تحصل على الماء بطريقة سهلة وحمد الله كان مشاي ابار انجزت وابار راي في طول الانجاز في مختلف الولايات مثل تمنراس تعين صالح في تندوف عدنا في سعيدة ومازال عدنا مشاريع ومازال مازال في مناطق اخرى ان شاء الله هذا فيما يخص هذا يعتبر مشروع وقفي مشروع وقفي يعني هذا خارج العناية بالارمالة وايضا مشروع الارمالة المثالية الارمالة المثالية اللي تربي ولادها اللي تقريهم يحصلوا على نتائج جيدة شهادات سواء اساسية ولا شهادة تعليم الثانوي ولا شهادة الجامعة كرموهم بعمرة الله يبارك الحمد الله في الفين وتسعتاش دينا حوالي سبعين ارمالة ولعام تاع كوفيد ديزناف كنا احنا ادوه حوالي ربعين ارمالة ولكن انشاءات الاقدار ما رحناش على صح مازال اسماء هم مدرجة اسماء هم مدرجة حتى ان شاء الله يفتحون ندوهم ان شاء الله مشروع الارمالة المنتجة اللي حكينا عليها تاع الارمالة كيتمدرنا عندها حرفة تدعموها تدعموها مشروع سيارة الاسعاف 24 ساعة 24 ساعة وانجز عدنا تقريبا ثلاث اشهر من ال 20 سيارة اسعاف وري متوفرة 24 ساعة 24 ساعة في مستوية البوليدة خاصة مع مرض السرطان باش تسهلوهم التنقل هذي نقطة بزر مهمة خاصة سياقة لكل يتيم يعني اليتيم كيل حق 18 سنحب يدير بيرمي احنا نوفرولو خشعتنا وطوي كل سبيسيال في الجماعية ايه مليح تاعنا سبيسيال تاعنا ايضا مشروع كرسي متحرك لكل يتيم ذوي الاحتياجات الخاصة يعني اي يتيم اي معود يقرأ اي تمليق اذراري يعني اللي يقرأوا في متمدرسين احنا نوفرولو كرسي متحرك كرسي متحرك هذو هما المشاريع اللي رأي وقف عليهم جمعية ورأي حريص عليهم جمعية ورأم كامل الحمدلله سريم الله يبارك ونتمنى ان شاء الله التوفيق وعليس لا نزيدوا مشاريع اخرى غير كما ثاني ايضا زدنا مشروع ورس حيات اه هو تزامن مع عيد الشجارة يعني نغرسوا اشجار في مناطق اه تساعدوا على الحزام الاخضر الحزام الاخضر هذا مشروع وقفي اعود الى الشيخ علي ابو ناب رب يرحمه لهو مؤسس جمعية قهو في الخير لرعاية الارمال واليتيم انت رحمه عليها رب يرحمه ان شاء الله تكون هذا الجمعية كما يقول لك صدق الجارية عليه وان شاء الله هو راح وخلى رجال ان شاء الله هاي طبعا اليد فاليد باش يخلوا الجمعية وقت على رجلها مازالها متواصل معكم ومتواصلتها مع الاجيال القادمة وان شاء الله بهاد القيام راكم ديجا تنجو مشي برك المساعدة الخيرية انما راكم تنجو تانيك في جيل محب لتطوع والعمل الخيري جو راديو اول راديو ديجيتال في الجزائر تبعونا على الابليكاسون دينا جو راديو وعلى الموقع الالكتروني www.jo.radio